انت قلت لي ان انت مكنتش معاه في الاول او مكنتش مع تعيين خبير اجنبي وقلت لي الفترة اللي جاية هبقى معاه هتبقى معاه ليه هبقى معاه لصالح التحكيم المصري انما مش لازم اشتغل معاه بس معاه لصالح التحكيم المصري لان هايزين التحكيم المصري يقف على رجله ويقف على حيله زي ما بقولوا الدور المصري يرجع تاني ما لو الدور حصل فيه مشاكل في وجود الخبير الاجنبي اللي هيجي بعد كده حيشيل برضه حيشيل نفس المشاكل فعشان كده بقول لك احنا لو هو نجح وساب التحكيم وماشي هيجي اللي هيكمل معاه هيكمل بشكل كميس هاي بتقولي لو نجح بصراحة شديدة كده تتوقع نجحه والله على دول المعطيات اللي حالها اتكلمت فيها لو عندنا مجموعة من العناصر السوشال ميديا عايزة ينجح هينجح الاعلام عايزة ينجح هينجح الاندية عايزة ينجح هينجح اتحاد الكورة الريضي عايزة ينجح لانه هو اللي اختاره هو جايبه عشان الهجوم اللي بيتم على التحكيم وبيوجه لاتحاد الكورة ولجمة الحكام هم عايزين يبعدوا عنه كاتحاد الكورة وعايزين يعني ايه يعني اتحاد الكورة هيجي تكلم يقولك خسرنا لو تشوف فلاني الفرقة اللي نزلت الفرقة اللي صعدت بالنسبة للممتاز به هتجي تقول ايه انا جبتلكوا واحد اجنبي اعمل ايه اه يعني حركة تقصد انه اتحاد الكورة لما جاء بالخبير التحكيم الاجنبي عنصر اريح دماغي عنصر اه عنصر عنصر من عنصر اريح دماغي فلو الاعلام عايزي الحكم عايزي الخبير ينجح هينجح التحكيم المصري المحللين اللي بيحللوا في الاعلام وفي القنوات لو عايزينه ينجح هينجح السوشيال ميديا ينجح هينجح طيب الاندية ايوه لو هتتقبل الاخطاء التحكيمية بتاعت الحكام ويعني هتقول دي بداية والحكم هتدنى انطور نفسنا وانطور اداءنا كابتل واجي يعني الشيء بالشيء يوز كرينا وحراك بتسأل على محللين التحكيم لو بتتكلم عن محللين التحكيم لو عايزينه ينجح وحراك اكدت عليها قوي حراك اشتغلت في التحكيمي وكنت في المنصب القداري كرئيس لجل الحكام كابتل عصام عبطتها رئيس لجل الحكام الحالي اشتغل في التحكيم ليه دايما بيبقى فيه لوم على الناس اللي بتحلل التحكيم رغم انه هو بطبيعة الحال مضطر يوصف حالة صحيحة او خطئة بحيث احيانا انه اسرة التحكيم بتبع عايزة لو ايه تعالوا نشيل بعض يعني ما تمسكش في الخطأ ما تقولش ان فيه اخطاء رغم انه هو ده شغله زي المحلل بتاع الكرة العادي يقولك الفلقة دي كانت مش كويسة او الفلقة دي كانت كويسة بص يا كابتل كاري انا عايز اقول المحلل اولا الفار الفار شغلته ايه شغلته ان يقدم النصيحة للحكم على الاخطاء الواضحة الاخطاء الواضحة التي لا تقع تحت نظر الحكم صحيح ان الحكم الاخطاء الواضحة مش الاخطاء اللي اعمل عليها زوم وميكروسكوب وكلام ده فاحنا اللي حطينا دي احنا اللي حطينا دي ارجع للدورة الانجليزي وارجع للدورة الايطالي يستحيل بيعملك زوم على الالعاب قد كده والأخطاء قد كده ما بيعملوش كده عشان كده الحكم في الاتحاد في الدورة الانجليزية او الدورة الايطالي الحكم ما بيروحش للفارغ المرة ده اين راح ولكن ارجع الدورة الانجليزية الاسبوع الاولاني كم حكم راح للفارغ ولا مرة لانه لانه محدش بيعمل زومنج على الالعاب البسيطة الالعاب اللي لا تقع تحت نظر الحكم طيب ما دي ما سورية حكم يا كابتن وجيه يا معا بعد اذن حضرتك انا اقصد انه لو انت حكم كو الشخصية ومش قلقان من ضغط وخلافه انا شايف ان الكرار ده صح فهو صح انا الحكم بتعرف انا بحيس احيانا الحكام الفار اكيد تعيش معانا الوضع ده بحيس ان حكم الفار بيبقى شايف اللي شايفه الحكم بس بيندهلوا منطق اللي هو ايه لا لا شيل انا الليلة هيقولك اصلا الحكم الفار رغم الحالات بتبقى واضحة احيانا بحيس انه فيه ازمة ثقة تماما عند حكامنا احيانا بعض الحكم بتعمل كده خليني ما انطفت معك احيانا بعض الحكم بتعمل كده واما الحكم الفار بيستدعي الحكم بيعمل لود ايوه على الحكم الرئيسي صح صح انت انا جاي والدنيا اسف في اللبس بقى انا بتكلم بقى براحتك يا ريك بصفتي اللي انا كنت ايدي في المطبخ زي ما بيقول صح انا شايف ازمات التحكيم ومشاكل التحكيم وضغط العصب على التحكيم الحكم الفار استدعى الحكم على لحبة معينة هو جاي هو جاي بمجرد ما انت استدعيته بدأ يشك في قراره بدأ يشكه و هياخد القرار اللي انت عايزه اللي الحكم الفار عايزه وده بيحصل